نضم إليه الآن من المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد ومن كاردف مدير مركز تحليل السياسة الخارجية بروفيسل بول موركرافت أهلا وسهلا بكم سيد عبدالله أبدأ معك الآن نحن ننتظر خطابا من الرئيس جو بايدن سيعلن فيه عن حظر استيراد البترول الروسي وستتبعه بعد ذلك بريطانيا وربما فرنسا ستبقى المشكلة مع ألمانيا هل تعتقد أنه فيه تسرع في هذا القرار هل ألمانيا ممكن أن تذهب إلى تضحية بمصالحها إلى هذه الدرجة من أجل المواقف ودعم النيتو والغرب أسأل الله مساك ومشاهدي سكاين نيوز والضيف كذلك من بريطانيا أخي يوسف بالتأكيد كل ما نتمنى الآن أن تتراجع جميع الأطراف ولو لخطوة واحدة للوراء لنفس عميق وإعادة تقييم الموقف بالتأكيد عملية وضع صدرات النفط الروسية ضمن قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيين في النيتو سوف تكون سابقة تصعيدية قد تؤدي إلى عملية تصعيدية أخرى أو تهديد بشكل آخر العملية حجب الصادرات الروسية عبر العقوبات أو بقرار روسي سوف يؤدي إلى نفس النتيجة هل سوف تقبل الأسواق أو الاقتصاد الدولي وهو في حالة تعافي أن تصل أسعار النفط إلى ما يتجاوز أو ما يقارب المئتين دولار أعتقد ذلك صعب ما نتمنى هو عملية التريث وربما البحث عن مخارج ولو مرحلية طيب سأذهب إلى بروفوسور بول هناك ما رأيك في تسرع فعلا أمريكي هل جاء القرار الأمريكي هذا من أجل دعم الرئيس زيلنسكي الذي بالأمس عبر عن انزعاجه الشديد من الغرب ومن النيتو الذي يعتبر أنه خذله وبدأ يتحدث عن أنه لم يعد لي رغبة في الدخول إلى النيتو وبالتالي بدأت تحقيق المصالح والمطالب الروسية فهل جاءت هذه الخطوة لدعم زيلنسكي حتى يثبت على موقفه أم هي خطوة مدروسة علينا أن نفهم أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي يواجه الكثير من التوترات والضغوط وكان عاطفيا جدا حين طلب بمنع الطيران فوق الأجواء الأوكرانية مما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة ونعرف أن الغرب يقترب أكثر وأكثر من تخطي الخطوط الأحمر إذا سمحت لبولندا بتوفير طائرات أسكرية إلى أوكرانيا بالتالي على الغرب أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز وأعتقد أن ألمانيا التي تعتمد على أربعين في المائة من النفط والغاز الروسيين في بريطانيا تعتمد على خمسة وعشر في المائة فقط مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار ولكن لا أعتقد أنها مجرد حجر ولكن أعتقد أنه تصعيد مهم جدا فالشركات النفطية الكبيرة تبعد نفسها عن الروسيا ونعرف أن هناك الكثير من الشركات الكبيرة التي تغادر روسيا منها شركات ماسر كارد وأمريكين إكس باس وغيرها بالتالي ما يتبقى فعله هو هذه العلاقة المفصلية بين الغرب والروسيا لذلك يجب قطع قطاع النفط نعم نحن نعاني أيضا فنحن نعاني مع أوكرانيا وأعتقد أنه سيكون هناك تداعيات اقتصادية كبيرة كما ذكرت ضيفا من المنامة فبعد محاولات خفيفة بالتعافي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا نعرف أن الحرب هي التي ستؤدي أيضا إلى تداعية على أسواق النفط طيب سيد عبدالله جنيد الآن واضح أن المعركة انتقلت من المواجهة العسكرية إلى المواجهة الاقتصادية النفط في الميزان يأتي ذلك في وقت كان البعض يتحدث فيه قبل أشهر فقط عن تراجع أهمية النفط الاستراتيجية المصدرين للنفط حتى منطقة الشرق الأوسط الآن نجد أن الشرق الأوسط زد به في هذه المعركة بسبب امتلاكه للنفط الآن هل ترى في أن تداعيات غير متوقعة لهذه الأزمة ستشمل المنطقة هنا منطقة الخليج والشرق الأوسط والدول المصدرة للنفط للأسف نعم في حال تطورت هذه الأزمة إلى أبعاد أخرى وشهدت تدخل مباشر لدول نيتو في هذه الأزمة فبالتأكيد سوف تكون هناك انسكابات غير محسوبة سوف تعمد لها روسيا في عملية تهديد مصادر الإمداد سواء في آسيا الوسطى في قزوين وكذلك ربما أن توعز لبعض حلفائها بالضغط على قنوات مثلا الإمداد ونتكلم عن مضيق هرمز مثلا عبر إيران هذه هي إحدى المخاطر كذلك نجد أن هناك الجزء الآخر من هذه الكاس غير المملوئة ففي حال دخلت يعني المملكة العربية السعودية والإمارات تملك سقفا من الانتاج قابل للتخفيف من حدة توتر في هذا السوق وكذلك الكويت ولكن ما نحتاجه الآن هو عملية إن كنا يعني وهذا ما تمنعنا شخصيا إن كنا سوف ندخل في عملية تحسين من أوضاع أسواق الطاقة الدولية وهذا جزء من مسؤوليات المنتجين الكبار مثل المملكة العربية السعودية والآن كذلك الإمارات هي منتج صاعد في هذا السوق يجب أن تكون هناك مفاضلات سياسية ويجب أن لا تضيع أو نضيع الفرص الاستراتيجية كما حدث في توظيف النفط تعاطفا مننا مع سياسات استراتيجية أمريكية في الثمانيات ساهمت بشكل فاعل في النيار للتحسينيتي ولم نجني نحن أي ثمار من ذلك الجهد بل دخلنا في عملية تعثر اقتصادي أو بطء اقتصادي نتيجة الارتفاع الإنفليشن في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك نتيجة تعثر أو إسهام النفط في تنمية الاقتصاد المحلي طيب بروفيسور بول ما رأيك في هذا الكلام في موضوع التوجه إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة التي تستعجل الخروج من الشرق الأوسط وتوقيع اتفاقيات مع إيران وكما ذكر ضيفنا سيد عبد الله أنه في تهديد حتى على ممرات النفط اللي يعني يؤمل أن تساعد في هذا الموضوع هل تعتقد أن هذه الأزمة ممكن تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة منطقة الشرق الأوسط أعتقد أن السياسة العالمية ستغير كثيرا وليطلق الأمر بألمانيا واعتمدها قرار إعادة التسلح ولكن نعرف أن روسيا فسخت كل القوانين العالمية وعزروني على أن أكوني مباشرة نعرف أن الإنتاج في منطقة الخليج سيعانون أيضا لا يتعلق الأمر بالغرب وبأوروبا ولكن نعرف أن دولة المنتجة طلب منها زيادة الإنتاج كما حصل في سبق من خلال أوبك أو من بعد توقيع الاتفاق مع إيران وسيعاني الجميع ولكن الأمر أفضل من التوجه هو حرب عالمية ثالثة وفي حال كان هناك زيادة في الإنتاج على رغم من الأسقف التي وضعتها الأوبك في السعودية والإمارات وغيرها من الدولول بإمكاننا الحفاظ على أسعار النفط ولولا ذلك سنتوصل إلى ركود عالميا كبير جدا حاليا تعمل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا على تخفيف اعتمادها على روسيا ونعرف أيضا أن الغرب تعمل على حماية الدول العربية فيجب أيضا أن تخفض من مستوى معيشتها للتمكن من تكبد أسعار الوقود وربما الدول النفطية الثرية بإمكانها مساعدة الدول الأخرى لأنه عودا عن ذلك نعرف أن الغرب سيتعرض لكل الضغوط وعلينا بذل كافة الجهود لإيقاف اندلاع حرب عالمية الثالثة ونحن اقتربنا من ذلك لا أقول أن ذلك ما سيحدث ولكن إذا زدنا من إنتاج النفطي في الكويت وفي غيرها من الدول قد يساعد على أن تستقر الأسعار وبالتالي هذا جهد دولي يجب أن يتخذ وفيؤثر على الشرق الأوسط أيضا نعرف أن إسرائيل تحاول تفاوض أيضا في هذه المسألة وبرأيه لمنع حرب كبيرة في أوروبا يجب على أن يكون هناك وساطة ربما إسرائيل لا تملك أي ضغوط كافية ولكن في حال لم تستغلوا صين هذه الفكرة الفرصة للسيطرة عن الوضع كد يتدهور الوضع بسرعة في حال تدخلت إيران وفي حال أصين تدخلت وأكثر من ذلك هناك الكثير من دول في الخليجة التي بإمكانها أن تؤتي دورا كبيرا في تخفيض الأسعار نعم بروفوسور بول موركرافت أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في هذه الساعة بروفوسور بول موركرافت من كاردف مدير مركز تحليل السياسة الخارجية للأسف أعتذر عن مقاطع الانتهاء الوقت ولأننا بانتظار في أي لحظة هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا علي أن أشكرك ضيفي من المنامة الكاتب الباحث السياسي عبدالله الجنيد شكرا جزيلا لكما